موسيقى مشاهديني كرام أهلا بكم إلى فقرة ضيف الزوالة يخلد الشعب المغربي الذكرى الحديث والسبعين لثورة الملك والشعب المجيدة وهي مناسبة نستحضر فيها قيام التضحية والفداء التي جسدها رجال ونساء المقاومة وعضاء جيش التحرير بدمائهم الطاهرة في سبيل الحرية والاستقلال ففي الرباط احتفت أسرة المقاومة وعضاء جيش التحرير بهذه الذكرى بتنظيم مهرجان خطبي حيث تم تكريم صفة من هؤلاء الأبطال عرفانا لما قدموه من تضحية جسم كما تم تأكيد في كلمات بالمناسبة على أهمية هذه الذكرى في تعزيز قيام الوطنية الحق لدى الناشئة والأجيال الجديدة وتأهيلها لمواجهة تحديات العصر هذه الملحمة الوطنية تظل اليوم شاهدا على التلاحم المتين بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوثي وتبرز دورها في رسمي مسار المغربي نحو المستقبل متابعة لهذا الموضوع يسعدنا نصدف معنا في الأستوديو الكاتبة والبحث السياسي لحسن بوشماما أستاذ مرحبا منك أهلا وسهلا بداية أستاذ ما هي دلالات ورمزيات هذه الذكرى الغالية على قلوب كل مغرب بالنسبة لهذه الذكرى فهي أكثر من كونها ذكرى بل يمكن القول أنها مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب وتاريخ المغرب الحديث حيث نتكلم هنا عن مدرسة جديدة تأسست وهذه المدرسة لأول مرة يلتحم فيها العرش بالشعب من أجل ضحر المعمر تاريخيا ومن خلال مجموعة من التجارب نعرف على أن النظام الحاكم أحيانا يكون هو الذي يخضع للاستعمار ويتعامل معه ويكون الشعب هو الذي يقاوم وأحيانا يكون عملاء كتر من الشعب يتأمرون على نظامهم مع مستعمر آخر لكن في التجربة المغربية عكس كل ذلك يعني رأينا كيف أن هناك التحام وتأذر وارتباط وثيق بين العرش والشعب من أجل محاربة الاستعمار وإخراج المستعمر من البلاد وهنا لماذا الأمور؟ لأن حينما نتكلم بهذا فتاريخ المغرب وتاريخ الشرفاء العلويين ملوك المغرب هم بطبيعة الحال ينحدرون من نسب شريف وهم أمراء للمؤمنين فالملك هو أمير للمؤمنين وبالتالي فرباط البيعة الذي يتم عن طريقه هو رباط سياسي وإمارة المؤمنين التي هي رباط ديني جعلت من ملوك المغرب يعني دائما حريصين على وحدة المغرب وعلى عقيدة المغرب الشيء الثاني كذلك وهو وجود مدرسة كذلك سياسية نشأت من جامعة القرويين ومن الشباب الوطنيين الذين تابعوا دراستهم الحديثة في المعاهد الفرنسية والأوروبية فبوجود نخبة يعني من طلبة جامعة القرويين ووجود نخبة متعلمة تعليما حديثا هذا الرابط بينهم وهم الوطنية ووجود ملك مقتدر وهو المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه يعني بهذه التوليفة بين مدرسة يعني تأسست منذ عقود ومنذ قرون وهي يعني كما قلت يعني طبيعة نظام الملكي في المغرب وإمارة المؤمنين ووجود كذلك نخبة من الشباب المتعلم ومن رجال الوطنية الصادقين كل هذه العناصر فيما بينها أعطتنا هذه الملحمة وأسست لمدرسة جديدة في يعني العسر الحديث أستاذ كما ذكرتم الشعب المغربي أبنى خلال هذه الملحمة الوطنية عن قيم التضامن وتلاحم في التصدي في وجه أو للوجود الاستعماري ما هي في نظركم أبرز القيم التي رسقها هذا الحدث لدى المغاربة أول شيء وهو احترام الشرعية فالمغاربة لا يقبلون أن يملع عليهم يعني أن يملع عليهم فمثلا الاستعمار حاول الاستعمار لم يتطاول على النظام الملكي في المغرب ولكن حاول وسعى بكل جد من أجل أن يزيح الملك الشرعي وهو محمد الخامس سلطان المغاربة بل ذهبت به الوقاحة إلى نفيه خارج الوطن وتنصيب ملك آخر هو غير شرعي ولا تربطه رابطة البيعة مع المغاربة لذلك فالمغاربة خرجوا عن بكرة أبيهم وأشعلوا الأرض نارا تحت المستعمر بالضبط يوم عشرين غسط ومتى لها وهذه الملحمة هي التي أرغمت الاستعمار إلى العودة إلى الشرعية بل أكثر من ذلك إلى فتح مفاوضات مع الملك المغرب ومع الرجالات الحركة الوطنية من أجل منح المغرب استقلاله ولأن المغرب لم يكن بالضبط فالاستعمار هو الذي انزاح لأن المغرب كان تحت نظام حماية في مرحلة أولى لكن الاستعمار أبدأت معه نظرا لخيرات المغرب وحاول أن يدرجه ضمن مستعمرته لكن المغرب الذي هو دولة شريفة والذي هو إمبراطورية قبل ذلك والذي هو أمة وله تاريخ تاريخ يعود إلى قرون وقرون ففرنسا قبل هذا النظام الاستعماري فقد تعامل المغرب بالندب مع فرنسا وكان يتبادل الرسائل السلطانية والعلاقات الدبلوماسية كانت قائمة بين ملوك المغرب وملوك فرنسا وملوك بريطانيا وهولندا وغيرها والنمسا وغيرها من الدول بمعنى أن المغرب دولة قائمة كانت تقارن الند بالندب للدول الأوروبية وبالتالي فهذا هو الذي يجب أن نميزه لأن المغرب ليس دولة يعني لم تكن هناك دولة كانت إمارات متناطرة أو قبائل متناطرة وأن الاستعمار هو الذي أحدثت دولة والاستعمار هو الذي نحن لسنا هذا نحن لنا تاريخ طويل ومن هذا المنطلق يجب أن نتعامل مع الأحداث الوطنية ومع المناسبات والذكريات الوطنية بأنها لم تأتي سودان أو فجائية كما يعتقد البعض أو أننا استوردنا أفكارا من خارج البلاد بل كل ما أنتزته التربة المغربية من رجالات ومن فكر ومن أحداث فهي نابعة عن تسلسل تاريخي ووجود بوتقة يعني انصهرت فيها ثقافات وحضارات وبالتالي هناك هوية تابتة لدى المغاربة هي تتطور عبر الزمن وبالتالي تصبح هوية بانية لكنها في عمقها محافظة على خصائصها وعلى مميزاتها فقط فلسمحتي لي في هذا المسال فالآن نتحدث على أننا نحن في الدكرى الواحدة والسبعين فمنذ أن الذين عمرهم الآن سبعين سنة لم يكونوا أثناء انطلاق هذه الملحمة فبالتالي نلاحظ على أن قدر ما ابتعدنا عن يعني الفطرة التي انطلقت فيها هذه الملحمة تزداد وطنية المغاربة نلاحظ اليوم على أننا نحظى باحترام وتقدير لدى شعوب العالم لماذا؟ لأن المغاربة مرتبطون بوطنهم مرتبطون بشعارهم الخليد الله الوطن الملك المغاربة هم منفتحون لكنهم مرتبطون بعقيدتهم المغاربة يغضبون ينتفضون يتظهرون لكن لم يتطاولوا يوما من الأيام على نظامهم الملكي وعلى شخص الملك الذي يحظى بالوقار والتقدير والاحترام من طرف المغاربة لماذا؟ لأن ملوك المغرب والآن نلاحظ على أن محمد سديس يسير على ناجي أسلافه دائما قريبين من الشعب تحس بمحبتهم لهذا الشعب تحس بغيرتهم على هذا الوطن وعلى العقيدة وبأنهم يختارون دائما سياسة معتدلة سياسة منفتحة تجعل جميع المغاربة يجدون ذاتهم تحت مضلة هذا النظام الملكي نعم إذن أساب تخليد المغاربة لثورة الملك وشعب ليس كما قلتم فقط تذكيرا أو تاريخيا أو تذكيرا رمزيا بل هو أيضا دافع معنوي للاستمرار والمواصلة في مسيرة البناء والتنمية وهذا هو الذي نلاحظ فعلى أي مستوى سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي أو حتى على المستوى وهو أصعب مجال لا تستطيع دولة إسلامية أو عربية أن تلجه وهو المجال الديني نلاحظ على أن المغرب له وحدة وطنية وإن تنوعت المشارب وتنوعت الأفقار وتنوعت الطيارات لكن مكانة الملك في هرمية الدولة وما يحمله هذا الملك من حب ومن تقدير ومن رعاية ومن إشراف ومن حرص على وحدة واستمرارية هذه الدولة كلها هي مشاعر وكلها دبدبات تصل إلى قلوب المغرب وهذا هو الذي يجعل من الجيل الحديث في المغرب جيل الذي انفتح على الأنترنت جيل الذي جاء في ظل العولمة جيل الذي تخترقه ملايين الرسائل والصور من هنا وهناك ولكنه يظل تابتا على عقيدته مستمرة في وطنيته الصادقة عكس ما لاحظنا لاحظنا على أنه لن نكون منأة في منأة عن تطورات التي عرفتها يعني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار ما كان يصدره عليه بالربيع العربي لاحظنا على أن أمواج هذا الربيع قد دمرت دولا وشعوبا وقد خلقت إلى يومنا هذا عدم استقرار في العديد من الدول لكن في المغرب هناك استقرار وليس نقولها نحن ولكن تقولها الوقائع ويشهد بها الأعداء ويشهد بها الأصدقاء فالمغرب اليوم كما أقول هو محط أنظار العالم نمتلك كنزا تمينا توارتناه أبنا عن جد ونحن نحافظ عليه نحس بأنه مننا ونحن منه وبالتالي رغم إقراهات وتحديات الحدثة فنحن لازمنا على هذا إشكالنا في المغرب اليوم وهذا هو الذي أريد أن أمرر هذه الرسالة هو أن المغاربة المغاربة يستحقون أكثر وجلالة الملك بالفعل يستحق كل التقدير والإحترام ولكن نحتاج كذلك إلى نخبة وطنية صادقة هذا هو ما نحتاجه في هذه المرحلة أن تصبح النخبة يعني مفعمة بنفس الروح التي نلمسها في جلالة الملك وفي بوسطاء وكداح شعب المغربي نريد أن تتجه هذه النخبة نحو استمرارية هذه الملحمة في صور وتجليات جديدة لما بعد سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل أستاذ الأكيد أن المملكة نجحت في تحقيق تطورات ملموسة منذ الاستقلال اليوم نحتفل بهذه الذكرى وبلادنا تعرف نهضة شاملة تعرف تحولات مقدامة بفعل المشاريع الرائدة التي أصبحت تميز مسيرتنا الراهنة نتحدث كذلك عن تزايد حجم الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وكذلك نجاعة مخططة الحكمة التي تقدم به المغرب أستاذ كيف تقيم هذا السياق الذي تأتي فيه هذه الذكرى بالنسبة لهذا قد تم الحديث عنه كثيرا وأسيل تحوله يعني العديد من الكتابات فهذا أمر واقع لا يعلو ولا يعلى عليه لكن ما أريد أن أقول هو هذه المنجزات اليوم وما يتليها من المنجزات هناك منجزات مترابطة هناك سلسلة مترابطة لأن المغرب يمتلك مفتاح الرؤية التاقبة للتنمية من منظور جلالة الملك طبعا وهي التنمية الشاملة فالمغرب ليس بساطة وضع ترقيعات المغرب حين يتجه إلى مجال معين فهو يذهب به إلى أبعاد الحدود لاحظنا على أن المغرب الآن له منصات اقتصادية يسير في صناعة الطيران يسير في صناعة السيارات يسير في الطاقة المتجددة يعني المغرب من خلال قضية الصحراء أقول أنها قضية الصحراء قد انتهت قضية الصحراء قد طويت الآن ما نريد هو كيف سنجعله من أقالي ميناء الجنوبية هي منصة للربط بين القارات فميناء الداخل مثلا وإمكانيات المغرب من هذا المستوى أن يجعل تبادل ما بين إفريقيا وما بين القارة الأمريكية سواء أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية أو بين أوروبا وأن يكون كذلك على امتداد مع الأسيا والوطن العربي بمعنى أن منظور المغرب الآن يتجه إلى صناعة نهضة إفريقيا لاحظنا على أن مبادرة الأطلسي هي تأكيد على أن إشكالية الصحراء قد طويت وأن المغرب لا يريد فقط أن يثبت للعالم على أنه صنع ملحمة تنموية في أقاليمه الجنوبية واليوم حواضر الصحراء تضاهي يعني مدنا ومناطقها كانت لعقود تحت مسارات تنموية لكن المغرب في ضرف وجيز خلق بالفعل معجزة تنمية في أقاليمه الجنوبية من خلال المخططات والمشاريع المهيكلة وسواء كذلك من حيث أن هذه الأقاليم الجنوبية المغرب يريد اليوم أن يجعلها كذلك مجالا لتنمية دول الساحل والصحراء وبذلك فالمغرب يساهم في استثباب الأمن والاستقرار الإقليمي والقاري ويريد كذلك أن يعطي لشعوب القارة الإفريقية نماء واستقرارا وتقاسما لترواتها واستثمارا لترواتها التي كان المستعمر وكذلك الدول الغربية تنتهزها وتستغلها وتستنزفها نتذكر هنا خطاب جلالة الملك في قمة الاتحاد الإفريقي في أتيوبيا حينما أعلن بصوت عالي بأن إفريقيا لا تحتاج إلى فتاة المساعدات ولكن إفريقيا تحتاج إلى تنمية وإلى شراكة حقيقية وبالتالي فكما قلت فعلاقات الدبلوماسية المغربية اليوم تجاوزت منطقة الدفاع عن حق المسروع وهو حقها في قضية وحدتها الترابية لكن المغرب الآن يتوجه إلى العالم من أن يبني عالما آخر ينبني على أسس التعاون والشراكة وهذا التعاون الزنوب الزنوب هو الذي من شأنه أن يقلل من مخاطر سواء الإرهاب سواء الاتجار بالبشر سواء المجاعات والحروب الأهلية وكل هذه العوامل التي يعاني منها العالم والتي تعاني منها الدول وتتوجس منها يعني المغرب الآن يقدم دروسا على مستوى مقاربته الأمنية على مستوى مقاربته التنموية وعلى مستوى مقاربته للمجال التقافي والعقائدي وكذلك الهوية وبالتالي فهذه الملحمة كما قلت حينما نستحضرها فنستحضرها لنجدد العهد ولنعيد تقييم مساراتنا في إطار الاستراتيجية هذا هو الأهم أن تكون لنا استراتيجية للأجيال القادمة ولنجعل هذا التربط دائما ولا ينقصر في أي محطة تاريخية كيفما كانت الظروف وكيفما كانت الوقاية إذن الكاتب والباحث السياسي لحسن بوشمامان نشكرك على كل هذه التوضيخات ونلقاك في فرصة قادمة إن شاء الله هما أنتم مشاهدين فنلتقي بعض اللحظات في عرض إخباري جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر